أصدرت وزارة النفط بياناً نفت فيه إبرامة اتفاق جديد مع حكومة قليم كردستان كما شددت على ضرورة عادة سيطراتها على آبار النفط التي كانت تحت سيطرة داعش والآبار التي استولت عليها قوات البيشمرقة فيما أكد قياد يونف الحزب الديمقراطي الكردستاني إبرامة اتفاق حول كيفية بيع نفط كاركوك الاتفاق جيد يعني اتفاق بين حكومتين حكومة قليم كردستان وحكومة العراق بالأخص لنفط كاركوك حسب الاتفاق سوف يكون أكثر من 85% إذا لم يكن 90% سوف يكون من مصطحات أهل كاركوك الاتحاد الوطني الكردستاني في كاركوك كان قد أصدر بياناً رفض فيه سيطرة طرف على حقول النفط بكاركوك وبيعها بطرق غير واضحة كما أشار البيان إلى ضرورة حصول المحافظة على مستحقاتها من النفط أي اتفاق فيما يتعلق بتصدير نفط كاركوك يجب إشراك محافظة كاركوك إدارة كاركوك بسلطة تنفيذية والسلطة الرقابية المتمثلة بمجلس المحافظة يجب إشراكهم في هذا الموضوع سياسيون تروكمان أكدوا ضرورة الاعتماد على الدستور لضمان حصة كاركوك وإشراك مكوناتها في إبرام أي صبقة لتعزيز حصتها من الموازنة العامة والبترو دولار مشيرين إلى أن هناك ضبابية في عملية إنتاج وبيع نفط كاركوك في ظل هذه الضبابية وعدم الشفافية يساورنا الكثير من الشكوك وأن كاركوك ونفطها أصبحت عرضة مع الأسف للاتفاقيات السياسية والصفقات بين كل طرف عدم مصطحة أبناء محافظة كاركوك سوران الدوودي الحرة كاركوك